يا صباح الفل عليكم يومكم مليان بذكر الرحمن بإذن الله النهاردة بقى لقيت نفسي قيمة كده الحمد لله فاي او مبسوطة قلت اتكلم معاكم ودردش لما لقيت نفسي دخلا نطف السجاد فقلت بقى ادردش معاكم كده وقلوكم على السجاد التركي او الشاك ده اللي هو الستة سنتي اللي هو الفروة العالية في منه اللي هو المضغوط بس انا هقول لكم عن تجربتي مع النوع ده وطريق تنظيفه واستخدامي دي وازا كان حلوة ولا لأ فتعالوا بقى نبدأ باسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ كده هقول لكم السجاد زي ما انتوا شايفين ده شكله الملمس بتاعه بيبقى من وراء خشن شوية زي ما انتوا شايفين الضهر فلما حتى بتيجي تغسليه بيبقى خشن عن السجاد اللي احنا متعودين عليه ما بيبقاش نسيج ناعم من وراء شوية فبيبقى خشن وهو ما بيتنيش يعني او بيتني وكل حاجة وبتشليه بس هو ناشف شوية تمام وهو بيبقى برضو تقيل بالنسبة لفروة بتاعته الفروة زي ما قلت لكم الكسافة بتاعتها عالية مرتفعة وفيه اعلى من كده على فكرة بس انا جابة الكسافة دي زي ما قلت لكم حوالي خمسة او ستة سنتي مش فكرة بس هي خمسة سنتي تمام حلو جدا لو انت بقى هتتنظفيه صح هتغسليه صح هيبقى عملي وسهل معاك بصوا مش هكذب عليكم هو لو في الريسيبشن مش هيبقى عملي قوي معاك لان طبعا لو انت عندك ليفنج او ريسيبشن وفيه استهلاك وقعدة واكل وشرب واستهلاك كتير يومي فهتغطر ان اكتشليه يوميا علشان تنفضيه ولما بتجي تنفضيه بتنفضيه على القلبة يعني بتقلب السجات بالفروة بتخليها من تحت وبتبدأ ان انت تنفضي السجات بتاعك علشان كل اللي دخل في الفروة والارضية بتاعت السجات يبدأ ان هو يخرج منها تمام ده رأيي لو هيبقى موجود في ليفنج او ريسيبشن اما بقى لو انت هتستخدميه في غرف النوم فهو حلو بيدي شكل شيك بيدي الشيكة للقوضة بيدي راحة انا حطه عندي في غرفة الولاد وعايز اقولكم ان هو مريحني جدا طبعا القوضة او الغرف عمتا بيبقى الاستهلاك فيها اقل بتبقى اللي هو بندخلها على النوم بنعطيها شوية ما بيبقاش فيها اكل باستمرار فهتلاقيها ان هي عملية معايك وسهلة في التنظيف ومش بتجمع يعني تربقة وفضلات اكل وبوايق اكل بتقع من الولاد والكلام ده اه فهو حلو وعملي في الغرف اما لو هتجيبيه للليفنج او الريسبشن فانا من صحكيش انك تحطي فيه سجاد اه شاك فروة تمام اه تعالوا بقى بالنسبة للتنظيف عشان الناس اللي عندها السجاد زي دوت وبتسأل بقى على طريق التنظيفه اول حاجة هقولكم انا بنطفه ازاي فابدائيا كده لازم تكون المكنسة اللي عندك شديدة شوية يعني يكون السحب بتاعها او الشفط بتاعها قوي علشان تقدر ان انت لو بتنظفي بها السجاد تبدأ ان هي تشفط معاك اي حاجة موجودة في الارضية لان طبعا انت لو هتستخدمي مكنسة ضعيفة فهي هتنظف بس الشعر بتاع السجاد من برا لكن من الداخل مش هتشفط معاك اي حاجة موجودة ده كده لو انت هتنظفيه بالمكنسة فلازم تكون المكنسة يا قوية يا انت منظف الكيس بتاع المكنسة قبل ما تنظفي السجاد علشان زي ما انتوا عارفين لما بنظف كيس المكنسة قبل ما بنستخدم في السجاد بتحس ان الشفط بتاعها ابتدى ان هو يزيد وبقت قوية وبتقدر ان انت تنظفي السجاد بكل سهولة لو انت بقى هتنفضيه زي ما قلتليك هتشيل السجاد وتقلي بيه على الفروة وتبدأ ان انت تنظفيه كويس اول بعد كده ممكن بقى بعد ما بتكنسي كويس بالمكنسة بتجيبي البخاخة بتاعته المعطر وبترشي على السجاد وبأي فرشة موجودة تكون نظيفة او حتى لو المقشة بتبدأ ان انت تحركي الميا والمعطر على السجاد بالفروة بتاعته كده هتبص تلاقي السجاد ده بقى زي الفل هيرجع للونه هيبقى منور هيبقى ريحته حلوة ومش هيبقى فيه اي حاجة هتضايقك ولا هيلم نامل معاكي ولا هيحصل مشكلة طول ما انت اديك فيه بالتنظيف اول باول وزي ما قلتلكم حط في مكان يكون الاعداء والاستهلاك يعني على النوم كده طيب لو انت بقى عايزة تخسلي مش لازم ان انت توديه التنظيف ممكن ان انت لو انت عندك بنيو وانا كنت بعمل كده كنت بعمل البنيو مية وبحط المسحوق وبحط الكلور وكل حاجة وببدأ انفض السجاد قبل ما بخسله كويس قوي تنظيفة كويسة وانفضه كويس من كل البقية بتاعت الاكل بقى او اذا كان مثلا حاجة واقعة او ورق او شعر او الكلام ده وببدأ ان انا ابرم السجادة علشان زي ما قلتلكم السجادة ناشف شوية فتبدأ ان انت تبرمي او تطبقيه على الفروة بتخلي الفروة من بره وبتنزلي في البنيو بيه وبتسيبيه بقى منقوع يعني 8-10 ساعات او من بالليل لغاية تاني يوم الصبح وبعد كده بتبدأ تشليه وتغير المياه مرة واثنين وثلاثة انت هتلاقي كل موجود داخل الفروة ابتدى ان هو لو في بواق ما نطفدش معاك هتبدأ ان هي تنزل معاك فده رائف السجادة شاك هو حاجة حلوة وزي ما قلتلكم شكله حلو بس عايز ان احنا نرعيه لان احنا كمصريين مش متعودين على الحاجات دي وعندنا اللي استهلاك في البيت بيبقى ولاد بقى وحركة واكله وشربه وكلام دوت فلو انت بتفكر تشتريه انصحك ان انت تشتري المضغوط هيبقى احلى وعملي معاك وشكله اشيك ولو انت بقى عندك السجادة الفروة اللي زي دوت فعادي مفيش مشكلة وبرده حلوة وعملي واخه التاني او ابن عم التاني بس ايه يعني حاجات كده تسهل علينا في التنظيف والكنس والغسيل والكلام ده فده كان رأيه في السجادة الفروة التركي يارب يكون الفيديو عجبكم لو عايزيني اعملكم فيديو عن السجاد التركي المضغوط هكلمكم برضو فيديو عنه باذن الله ولو انت لسه مكمل الفيديو معايا ما تنسيش تعملي لايك وتشترك في قناة وتنوريني واستني مني فيديوهات جديدة وده كان الفيديو بتاع النهاردة اشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة